السلام عليكم. طبعاً اليوم إن شاء الله رح نكمل في شابتر 14. المرة الماضية حكينا عن Writing Equilibrium Constant Exceptions. اليوم إن شاء الله رح نشوف في هذا السكشن أنه The Equilibrium Constant Tell Us. طبعاً إحنا شفنا The Equilibrium Constant اللي هو ثابت الاتزان. حكينا أنه عبارة عن، نعبر عنه تركيز النواة تجعل تركيز المتفاعلات لكل واحدة فيهم مرفوعة للكؤفيشنت اللي موجود إلها في المعادلة الموزونة. وطبعاً اللي هو The Equilibrium Constant طبعاً اللي هو يعبار عن تركيز عند الاتزان. وشفنا برضو أنه ممكن نعبر عن التركيز أو ممكن نعبر إزا كان في عندي غازات عن الكي اللي هو The Equilibrium Constant صغير كي بهي اللي هو نعبر عنهم هلأ هون في هذا السكشن بدنا نشوف How To Predict The Direction Of A Reaction يعني بدنا نشوف التفاعل الكلي. بده يمشي من متفاعلات للنواتج ولا من النواتج للمتفاعلات يعني من أي يعني وين اتجاهه أو Predicting The Direction Of A Reaction. والتالي هون بدنا نستعين باشي اسمهم اللي هي الـ QC. هالـ QC طبعاً هي من خلالها مقارنة مع الكي سي بنقدر من خلالها نعبر أو نعرف هالتفاعل الكلي ماشي من المتفاعلات للنواتج أو من المتفاعلات أو هو في حالة اتزام طبعاً شو خصنا فيها من النواتج المتفاعلات؟ لو أنا كان في عندي تفاعل اللي هو على سبيل المثال A زائد B أوكي C زائد D وبالتالي بيحكي لنا إذا كان عندي الكيو سي بنلاحظ هنا أقل من الكي سي إذن عندي أنا هون الكيو سي إذا كانت أقل من الكي سي بدي يكون عندي الاتزام أو التفاعل الكلي ماشي من المتفاعلات للنواتج يعني بيكون التفاعل بيمشي من الـ Reactance to the products لحد ما يوصل لحالة الاتزام طبعاً هنا شو هي الكيو سي؟ الكيو سي هي عبارة عن الـ Ratio لـ Concentration أوكي وبالضبط اللي هي الـ Initial Concentration يعني الفرق بينها وبين الكي سي إنه الكي سي هي عبارة عن التراكيز بيكون عند الاتزام وبالتالي ما منحط هون نوت بينما هون في عنا نوت هي بتكون مش عند الاتزام هلأ الحالة التانية إنه تكون عندي الكيو سي إذن هون الكيو سي أقل من الكي سي وبالتالي من الـ Reactance to the products الحالة التانية الكيو سي تكون تساوي الكي سي وبالتالي معناها إن التفاعل عندي متزام أوكي؟ يعني سرعة التفاعل الأمامي تساوي سرعة التفاعل العكسي الحالة التالتة إنها تكون الكيو سي أكبر من الكي سي وبهاي الحالة بيكون تجاه التفاعل رايح من الـ products اللي هي من النواتج للـ Reactance اللي هم المتفاعلات يعني التفاعل الكل بدي يمشي من المتفاعلات لا أو عفوا بدي يمشي من النواتج للمتفاعلات لحد ما يوصل للاتزام الكيميائي طبعا هون في عنا إكزامبل طبعا هاد الإكزامبل بيحكي لنا إنه at the start of a reaction يعني في عندي أنا تفاعل معطينا مولات للمتفاعلات بالنواتج اللي هم الـ N2 والـ H2 وكمان الـ NH3 ومعطينا الفوليوم اللي هي 3.5 لتر ومعطينا درجة الحرارة السؤال بدي أنتبه إنه الإكليبريم كونستان ثابتة للتفاعل لتنفس درجة الحرارة يعني بمعنى آخر بدنا نشوف اللي هو الـ direction للتفاعل يعني هل هو متزن ولا من الـ products للـ reactance أو من الـ reactance للـ products وبالتالي لحتى نوجدها بدنا طبعا نستعين بالعلاقة ما بين الـ QC والـ KC شو بنا نعمل؟ أول إشية بدأ أجي أحسب الـ QC وأقارنها مع قيمة الـ KC اللي معطيني إياها في السؤال هلأ الـ QC أوكي هي عبارة عن تركيز اللي هي نفس الـ KC ولكن التركيز مش عند الاتزان التركيز الـ initial أو عند بداية التفاعل وبالتالي هي عبارة عن تركيز النواتج اللي هي الـ NH3 بدأ أنتبه تربيع على تركيز الـ H2 تكعيب في تركيز الـ N2 وهون بحط هاي الإشارة مشان أتركها عن الـ KC وبالتالي بدأ عود تركيز كل واحدة وبالتالي بدأ أحسب التركيز هلأ هو هون ما عطاني التركيز هو عطاني المولات وعطاني بالتالي عادي بكتر أحسب التركيز يعني أن تركيز الـ NH3 هو عبارة عن العدد المولات اللي هي على عدد المولات طبعا في حالة الـ NH3 هلأ معطيني إياها اللي هي ستة بوينت أربعة اتنين في عشرة قوة سالب أربعة على الفوليوم برضو معطيني إياها اللي هي ثلاثة ونص وتساوي واحد بوينت تمانية ثلاثة في عشرة قوة سالب أربعة مولر هلأ التانية اللي هي تركيز الـ H2 هي عبارة عن هاي الـ H2 وهي هم اللي هي عدد المولات اللي هي ثلاثة بوينت اتنين وواحد في عشرة قوة سالب اتنين على الفوليوم اللي هي ثلاثة ونص وتساوي بطلع هون معنا الجواب تسعة بوينت واحد سبعة في عشرة قوة سالب ثلاث مولر التالتة اللي هي تركيز بدينا نحسب اللي هو تركيز الـ H2 من يحسب لتركيز الـ H2 يلا يا جماعة يلا عقد المولات على الفوليوم يلا يا يزم اللي هي بتساوي ثلاث فاصل اتنين واحد في عشرة قوة سالب اتنين تركيز الـ H2 هاي هالـ H2 كم مولاتها آآ آآ صفر فاصل ميتان وتسعة وربعين شايفنا جماعة انتبهوا بوينت اتنين اربعة تسعة أيوا على الفوليوم ثلاثة ونص مبرز ثلاثة ونص وهون بطلعنا تركيز الـ N2 اللي هو بوينت صفر سبعة واحد واحد مولر اوكي اذا صارت صاروا كل التركيز الافتدائية عندي معلومة باش بعوضهم في القانون يعني تركيز الـ H3 هاي 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 اللي هي واحد بوينت تمانية ثلاث في عشرة هاي سالب اربعة في عشرة قوة سالب اربعة طبعا تربيع على تركيز الـ H2 اللي هي تسعة بوينت واحد سبعة آآ ضرب عشرة قوة سالب ثلاث تركيز الـ N2 اللي هي عبارة عن بوينت آآ صفر سبعة واحد واحد وهون طبعا بيطلع كلياته الجواب هو بوينت ستة واحد واحد وبدأ انتبه انه ما في الها واحدة اذا هلا هون اوجدنا قيمة الـ QC بدي اقارن ما بين الـ QC والـ KC من لاحظ انه قيمة الـ QC هي اقل من الـ KC اذا شو رأيكم لون بيكون اتجاه تفاعل وهون الواحد بوينت اتنين شو رأيكم هل السيستم عند الاتزان؟ لا لوين الاتجاه بدي يروح؟ خير لو رجعنا الـ QC هي الحال الاولى الـ QC اقل من الـ KC اذا بدي يروح من الـ left to the right يعني وبالتالي نقدر نحكي انه the system is not at equilibrium اوكي وطبعا وطبعا واللي بروسيد from 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 left to right يعني من الـ شو السبب؟ السبب انه الـ QC اقل من الـ KC واضح لحد هون؟ اوكي ممتاز نيجي نشوف طبعا برضو نياها بالكتاب اوكي هلأ برضو في عنا موضوع كتير مهم امحة في عنا طبعا اللي هو الـ Equilibrium Concentrations يعني كيف انا بدأج احسب التراكيز عند الاتزان وبالتالي بحكي لنا اول اشه Express the equilibrium Concentrations of all species in terms of the initial Concentrations and the single unknown X which represents the change in Concentration الثانية او بص خينا اشرح اول واحدة يعني اول اشه طبعا احنا هون لما نيجي نحسب تراكيز عند الاتزان بدنا نيجي نتبع قاعدة اسمها I-CE I-CE I اللي هم Initial Concentrations اللي هو بالتالي عندنا هون Initial Concentration بحط التراكيز الاتدائي لكل مادة C اللي هو change الغير اللي بصير وبالتالي نقدر نعبر عنها باز انا بدأج احسبه او مش محسوب عند اللي هي قيمة X E اللي هي الإكوليبريم Concentrations او التراكيز عند الاتزان اوكي هاي اول حالي اذن ال-I وهون ال-C بعدما بحكي لنا write the equilibrium constant exhibition in terms of equilibrium concentrations knowing the value of the equilibrium constant solve for X اذا التانية write the equilibrium constant exhibition in terms of the equilibrium concentrations يعني احنا من خلال او احنا طبعا لما نعرف اللي هو او نكون عارفين يعني اللي هو الثابت الاتزان من خلاله من خلال ال-Initial Concentrations اوكي منقدر نعرف اللي هو الإكوليبريم Concentration او التراكيز عند الاتزان طبعا او قبل طبعا احنا يعني هون بيكون في عنا ال-Initial Concentration معلومة change بتكون عبارة عن X وبالتالي لما انا اكون عارفة الإكوليبريم constant او ثابت الاتزان بقدر اوجد قيمة X ومن قيمة X بقدر اوجد اللي هم E او اللي هم الإكوليبريم Concentration لما نصير عارفين X وإحنا معنا التراكيز الابتدائية بقدر اوجد اللي هي التراكيز عند الاتزان طبعا لحتى نفهم اكثر هاي الخطوات خلينا ناخد example اللي هو رقم 14-9 هذا ال-examble اللي بحكي لنا انه a mixture of 0.5 mol H2 and 0.5 mol I2 was placed in a 1-liter stainless steel flask at 430 degrees Celsius the equilibrium constant اللي هي الكيسية for the reaction اللي هي 54.3 at this temperature وبالتالي معطينا لكل المادة اللي هي المتفاعلات معطينا التراكيز الابتدائية اللي هي أو عفواً مش التراكيز معطينا هون اللي هو المولات للH2 والI2 ومعطينا الفلاسك أو الvolume 1-liter ومعطينا الحرارة ومعطينا كمان قيمة الكيسي اللي هي 54.3 السؤال بدو the concentrations of H2, I2 and HI at equilibrium بدو تراكيز كل المواد عند الاتزان وبالتالي أول خطوة زي ما حكينا لما يجينا مثل هيك سؤال بيكون معلوم الكيسي وبدو تراكيز المواد عند الاتزان بدأ أستخدم اللي هو مبدأ l-ice اللي هو initial change equilibrium عشان أطبق هذا هاي الشو اسمه القاعدة بدي بالأول أكتب المعادلة المعادلة هي عبارة عن H2 زائد I2 هون في عنا اتنين HI هلا هون أول اشي يعني بدنا نحض التراكيز الابتدائيه طبعا هون تراكيز الابتدائيه معطينا إياها ولكن هم معطينا على شكل مولات يعني أنا بالأول بدأ أجل أحسب تركيز ال-H2 اللي هو عبارة عن عدد المولات على ال-Volume عدد المولات لل-H2 اللي هي نص على ال-Volume لل-H2 اللي هي واحد وتساوي نص مولر التانية اللي هي تركيز ال-I2 اللي هي برضو هي عبارة عن عدد المولات على ال-Volume وبرضو عندي نص على واحد وهي نص مولر آآ كمان ال-H-I طبعا هون ال-H-I هو مش معطيني تركيز لها أو مش معطيني مولاته أصلا في البداية التفاعل احنا فقط عنا H2I2 يعني بتكون تركيز ال-H-I initial zero احنا هون بنحكي عن initial إذن عندي أنا هون ال-I هي اللي بتكون عبارة عن نص تركيزها الابتدائي ال-I2 برضو نص وال-H-I zero هلا التغير اللي بدي يصير إن هون ال-H2 رح تنقص بمقدار X هاي التشانج اللي بنحكي عنه بننشوف هاي ال-X كم هون ال-I2 رح تزيد بمقدار عفهم كمان هون بينها متفاعلات رح تنقص بمقدار X هون رح تزيد بمقدار اثنين X إذن بالمحصلة اللي حكون في عنا عند الاتزان ال-H2 هي عبارة عن نص ناقص X وهون في عنا نص ناقص X وهون في عنا طبعا لش حطينا اثنين لأنه في عنا هون معاملة ال-I اللي هي اثنين إذن اللي عبارة عن اثنين X هلا هاي جماعة قيمة X أوكي اللي مقدار النقصان فيها دول المواد بمقدار زيادة كلياتها هاي تعتمد على الكاسي للتفاعل وبالتالي عشان إحنا نوجد X بدنا نعتمد على الكاسي كيف تعتمد على الكاسي نجي بنحكي إنه الكاسي هي عبارة عن تركيز النواتج اللي هي ال-H-I عند الاتزان تربيع على إنه تركيز ال-H-2 في تركيز ال-I-2 هلا إنهم طبعا الكاسي هي عبارة عن 54.3 وتساوي تركيز ال-H-I عند الاتزان هايهم هدول الإكوليبريهم يعني ال-H-I عند الاتزان هي بتكون 2X على ال-H-2 اللي هي عبارة عن نص ماقص X في نص ماقص X اللي تساوي طبعا يعفوا هنا بدي أنتبه إنه 2X تربيع وبالتالي بدها تصير هي عبارة عن يعني نقدر نحكي إحنا هون إنه 54.3 تساوي 2X تربيع على نص ناقص X تربيع هلأ هون عشان نوجد قيمة X بدنا نتخلص من التربيع وبالتالي بنعمل جذر للطرفين طبعا مع الجذر التربيع بروح أوكي 54 يعني بدنا هون لياضيات بعدها بتطلع عنا قيمة X تساوي اللي هو بطلع بالآ يعني قبل التربيع اللي هي طبعا هون جذر الـ 54.3 اللي هي 7.37 وتساوي 2X على نص ناقص X هلأ هون 7.37 منوزعها على النص والـ X أوكي طبعا وشغل الرياضيات منخلل X في طرف وباقي قام في طرف رح تطلع معنا قيمة X تساوي تلاتة تسعة تلاتة مولر هاي بالنسبة هون لقيمة X هلأ بعدها احنا طبعا مش احنا مش بدنا قيمة X احنا بدنا التركيز عند الاتزان وبالتالي يعني هون بدي صارت قيمة X معروفة بدي اجي عاوضها هون واحكي نص ناقص X بدي اطلع تركيز الـ H2 عند الاتزان برضو هون نفس الاشي عند الـ I2 هون اتنين في X عشان اوزي تركيز الـ H عند الاتزان اذا رحصير في عندي انا هون بهذا الشكل رحصير في عنا تركيز الـ H2 لو طالب عند الاتزان هو عبارة عن نص ناقص 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 اللي هي point 393 وتساوي اللي هي point اه واحد صف سبعة مولر تركيز الـ I2 هي عبارة برضو عن نص ناقص X او اللي هي الـ X point تلاتة تسعة تلات وبطلع عنا برضو الجواب point واحد صفر سبعة مولر التالتة اللي هي الـ H2 الـ I2 وعندنا هون الـ H-I اللي هي اتنين في point تلاتة تسعة تلات وتساوي point سبعة تمانية ستة مولر واضح إذن بهذه الطريقة منكون حسبنا تركيز كل المواد عند الاتزان واضح للجميعين طبعا هايو كمان محلول عنا في الكتاب هلأ هون في عنا كمان example اللي هو example 14 ونفس فكرة example 14 9 حتى نفس التفاعل ولكن هون الاختلاف يعني يعني هون بحكينا calculator concentrations في خلاف صغير في موضوع X والX تربيع طبعا هاد example homework معكم فتقدروا تحلوه وموجود حلو في الكتاب هلأ خليا ننتقل على فهي السؤال يا جماعة أوكي وبالتالي في عنا هون factors that affect chemical equilibrium اللي هي logical yes principle وبالتالي في عنا هون موضوع كتير مهم إحنا طبعا موضوعنا في هذا الشابتر عن chemical equilibrium أو الاتزان الكيميائي من ضمن المواضيع المهمة في الاتزان الكيميائي اللي هي العوامل اللي بتأثر لي على الاتزان الكيميائي وبالتالي هاي العوامل طبعا هي تعتمد على مبدأ رشتليه أوكي شو بحكي لنا بحكي لنا رشتليه's principle إنه إنه بالتالي هاي التغيرات اللي ممكن تصير أو التأثيرات اللي ممكن تصير على الاتزان الكيميائي مختلفة أول تغير ممكن يصير اللي هو changes in concentration اللي هو التغير في التراكز شو بحكي لنا هون بحكي لنا لو أنا كان في عدة تفاعل معين هو عبارة عن A زائد B بده يعطينا C زائد D اللي بصير إنه التغيرات ممكن يصير في عنا increase concentration of products يعني زيادة تركيز النواتج عندنا هون C ودي لهم النواتج لما يزيد تركيزهم شو بصير بصير حتى القائد حتى يعني الاتزان يحافظ على حاله ويقاوم التغير بيعمل shift لوين لللفت يعني بصير يمشي من ناحية الproducts للرياكتنس عشان يقاوم هذا التغير التغير الثاني اللي ممكن يصير يعني هون لو أنا قل تركيز النواتج وبالتالي هاي التفاعل بدي يقاوم هذا التغير وظل محافظ على الاتزان وبالتالي بد نروح للجهة اللي صار في عندها نقصان يعني بد نروح للright وهون طبعا بدنا نكون ننتبهين إنه جهة الرياكتنس إحنا نعتبرها lift يعني جهة المتفاعلات هي اليسار اللي هي lift وجهة النواتج هي right هلا الثالثة اللي هي increase concentration of react وبالتالي هون في عندنا الثالثة إنه يزيد تراكيز المتفاعلات بهاي الحالة برضو التفاعل بده يقاوم التغير بحيث يروح للجهة الثانية إذن بده يصير shift لright لناحية النواتج والحالة الرابعة يعني إذا قلت اللي هي بهاي الحالة تركيز المتفاعلات وبالتالي بده يروح لهاي الجام اللي هي جهة اللي هم المتفاعلات يعني بده يروح لجهة اليسار اللي هي lift هلأ إن شاء الله كمان شوية رح ناخد examples عليهم أوكي وتطبيقات ولكن بس هلأ خلينا نشوف التراكيز أو التغيرات اللي بتصير أو العوامل اللي بتأثرلي على الكيميكا الإكوليبريم والشفت اللي بصير في الاتزان إذن أول واحدة اللي هي changes in concentration التانية اللي هي التغير في volume والبرشور changes in volume and pressure إذن عدنا هون اثنين اللي هي التغير في البرشور والفوليوم طبعا البرشور والفوليوم أوكي طبعا في حالة الغازات نحن نعرف إن العلاقة بينهم عكسية كل ما زاد كل البرشور بزيد هلأ هون يعطينا معادلة أوكي على تفاعل ما بين الP4 مع CL2 ودي يعطينا به CL3 طبعا هون بدي أنتبه ها هي إشارة الاتزان هون بس في يعني خطأ مطبعي يعني هي أصلا هاي مكانها اللي هو بهذا الشكل وبالتالي بحكي إنه هون التغيرات اللي ممكن تصير على البرشور إنه increase the pressure يعني إذا زاد الضغط بدي روحي تفاعل side with the fewest more of gases وبالتالي بدي أتبهي أنه هون في حالة volume والبرشور بدي فقط بطلع أنا على المواد الموجودة في الحالة الغازية وبالتالي أنا عندي هون في النواتج أو عفوا في المتفاعلات عندي 6 مولات من الغازات هون في النواتج ما في عندي ولا مول من الغازات وبالتالي اللي بدو يصير لما يزيد البرشور بدو يتفاعل يصير للشفت للناحية اللي فيها أقل عدد مولات يعني هون بما معناه أقل عدد مولات يعني بدو يروح لجهات النواتج الحالة الثانية إنه يعني إذا قل البرشور بدو يروح للجهة اللي فيها مولات غازية أكتر وبالتالي يعني بدو يروح لجهات المتفاعلات هلأ الفوليوم بالعكس الفوليوم إذا زاد الفوليوم يعني هون ننتبه عكس بعض لأن أصلا يبقى نشر بالفوليوم يعلاقة بينهم عكسية وكمان الحالة الرعب عنه بدو تروح إذن كمان مرة لما يكون عندي التغير اللي صار أو التأثير اللي صار هو تغير في الضغط أو تغير في الحجم وبهاي الحالة بدنا نشوف عدد مولات الغازات في النواتج والمتفاعلات أوكي بناء علىها من قرر حسب مين أعلى ومين أقل وهنا طبعا برضو كمان رح نشوف عليها إجزامبلز التغير الثالث اللي ممكن نصير هو التغير في الحرارة أو changes in temperature إذن هنا ثلاث اللي هو changes in temperature changes in temperature بحكي لنا when the temperature is raised the equilibrium بهاي الحالة the equilibrium composition of an exothermic reaction will tend to shift toward reactants the equilibrium composition of an endothermic reaction will tend to shift toward a product شو معنا هدا الحكيم؟ طبعا إحنا بنعرف شي يعني exothermic reaction وشي يعني endothermic reaction exothermic إنه تفاعل طارد للحرارة و endothermic تفاعل مص للحرارة وبالتالي هنا بتعلمكم على طريقهم في حالة كان في عندي أنا تفاعل exothermic و endothermic وكيف أعرف تغير الحرارة كيف بأثر لي على shift للإكوليبريام هنا لو أخذنا أول حالة اللي هي في حالة ال endothermic reaction طبعا لما أحكي endothermic يعني أنا في عندي heat وفي عندي متفاعلات A زائد B بدها تعطيني هون A زائد B اللي هي C زائد D وبالتالي عندنا هون لما نحكي endothermic يعني موسط الحرارة زي ما أنتو شايفين عندنا هون زيادة الحرارة أوكي رح يعمل shift لناحية يعني هون إحنا لما نحكي زيادة الحرارة نتعامل مع الهيد كأنها أحد المتفاعلات في حالة endothermic reaction وبالتالي زيادتها بدو صير shift ل to write write يعني جهات الـ products وهي حكي لنا هون في حالة endothermic reaction أوكي زيادة الحرارة وان temperature raised بدو تروح toward the product بدو تروح ناحية النواتج هلأ الحالة الثانية إن يكون عندي أنا تفاعل exothermic exothermic له تفاعل طارد للحرارة أنا بهاي الحالة برضو A زائد B طارد يعني هون تتصير الهيد في النواتج يعني عندي أنا heat زائد C زائد D وبالتالي عندنا هون زيادة الحرارة هون في عنا إذا زادت يعني زادت في النواتج وبالتالي عشان يقوم التغير بصير في عنا shift to lift أوكي وبالتالي بتروح ناحية المدفاعلات وهي بحكي لنا هون في حالة لما تزيد بهاي الحالة shift يعني بتروح ناحية يعني للجهة اليسار إذا هون فكرة لما نحكي عن التغير للحرارة أوكي لازم نكون معطينا معلومات إنه التفاعل اللي عندي هل هو طارد للحرارة أو ماص للحرارة بتتعامل مع الهيد كأنها إذا كان مص الحرارة كأنها أحد المدفاعلات إذا كان اكسو ثيرمي أو طارد للحرارة كأنها أحد النواتج وبنعم عليها طبعا منحدد shift في الإكوليبريم هل هو to right or to left هلا هون برضو بحكي لنا إنه يعني كمان التغير في الحرارة برضو بدنا نكون عارفين إنه بأثر لي على الإكوليبريم constant اللي هي كي وحكيناها في أول الجابتة زي ما تذكرين حكينا إنه الإكوليبريم constant بيعتمد على الحرارة هو يتغير وتغير الحرارة وبالتالي عنا هون إذا كان في عندي أنا زيادة temperature يعني إذا كان في عندي أنا زيادة في الحرارة في حالة الإكسوثيرميك reaction الكي decreases يعني الإكوليبريم constant بتقل في حالة الإندوثيرميك reaction الكي increases أو الكي بتزيد هلأ هاي لو بدنا نربطها مع شفنا قبل شوية إحنا حكينا لما يزيد التفاعل أو الإنكريز للرياكتان شو بدو يصير هايها في حالة الإندوثيرميك خليني حكي عن الإكسوثيرميك لما الحرارة تزيد في حالة الإكسوثيرميك هايها روهم بدو يروح لللفت يعني بدو يروح لجهة وين لجهة الرياكتان وبالتالي كي decreases ليش لأنه إحنا بنعرف إن هالكي بشكل عام هي عبارة عن تركيز البروداكتس على تركيز الرياكتان وبالتالي عندنا هون يعني أنا خليني بس أصبت الخط كمان مرة إن الكي هي عبارة عن تركيز البروداكتس هاي بشكل عام على تركيز الرياكتان وبالتالي عندنا هون في حالة الاكسوثير مكشفنا إنه زيادة الحرارة بروح لللفت يعني بدو يصير تركيز الرياكتان يزيد وبالتالي في هاي الحالة لما يزيد تركيز الرياكتان طبعا إحنا الكي رح تقل ليش لأنه الكي بتزيد بزيادة البسط وبتقل كل ما المقوم كل وبالتالي في هاي الحالة الكي بزي ما حكينا لأنه تفاعل اكسوثير وبالتالي زيادة الحرارة تؤدي إلى زيادة الرياكتان إذن الكي بvariقل العكس في الإندوثير هناك بإندوثير مكرا شي طبعا في حالة الثانية اللي هي للعكس طبعا في حالة في حالة وهن طبعا في عنا موضح لنا كيف إحنا ممكن نشوف التفاعل هل هو طارد للحرارة أو هو ماص للحرارة أو التغير اللي ممكن يصير طبعا عن طريق يعني التجربة وبالتالي لو أنا كان في عندي تفاعل معين بفرجينا إنه في حالة كان في عندي أنا مثلا اللي هم لون مختلف عن بفرجينا كيف انه على الحرارة ممكن يتغير اللون تغير اللون هنقصدوا فيها يعني زاد تركيز المتفاعلات او زاد تركيز النواتج يعني صار في عندي شفت في الاكوليبريان لحد ما يوصل الالتزان. فهم بحكي لنا مثلا على حرارة قليلة كيف كان اللون على التفاعل صار له شفت او تغير اوكي صار له شفت يعني مش تغير التفاعل يعني تغير اتجاه او اتجاه تفاعل صار يعني صار له شفت اوكي حسب ازا كان تفاعل طبعا حسب ازا كان عندي لغة مختلفة للبرودكتس والرياكتنس. ونشوف كيف انهم التأثير واضح في حالة اه اللي هو التغير في الحرارة. طبعا حسب طبيعة التفاعل هو اللي هو او احد هون في اي سؤال. نيجي على التغير الرابع. التغير الرابع هو عبارة عن او اضافة الحفاز. اذا اربعة. بحكي لنا انه يعني انه هنا الوجود الحفاز ما بيأثر لي على يعني شفنا احنا قبل شوي انها الحرارة بتأثر لي على ولكن الحفاز ما بيأثر لي على اصلا هو الحفاز ما بدخل في التفاعل يعني ما بدخل من ضمن المتفاعلات او النواتش. الحفاز وظيفته انه نحطه في التفاعل بسرع للتفاعل او معنى اخر بسرع للوصول لحالة الاتزان للتفاعل وبطلع يعني زي ما دخل زي ما طلع. وبالتالي عنا هون معلومات كتير مهمة عن موضوع اضافة الكتلس. اول اشي بنكون عارفين انه هو بسرع التفاعل. سبب تسريعه للتفاعل انه بقلل طقت تنشيط اللي بتنزم التفاعل. كيف? لو هون قارننا بين نفس نفس التفاعل قبل اضافة الكتلس وبعد اضافة الكتلس وبالتالي هون قبل اضافة الكتلس اللي هو ان كتلايز. ان كتلايز يعني في عندي انا هون من اي بلس بي بتروح لسي بلس دي. في عندي هون الطاقة عشان يصير التفاعل ويصير انتقال من او يصير في عندي التفاعل من اي بلس بي لسي بلس دي. في عندي طاقة اسمها طاقة التنشيط. هلأ في حالة لكتلايز او ازا كان في عندي اللي هو الكاتالايز أو حفاز ضاقة التنشط منلاحظ أنها بتقل بتصير أقل بتصير أقل بسبب وجود الحفاز يعني التفاعل بتصير عندنا أسرع وبالتالي أول الشغلة بنكون عارفينها إنه إذا إضافة الحفاز لا تؤثر على لا تؤثر لي على قليمة ك وهي فقط ما بتأثر لي على اللي هو ما بتأثر لي على الوزيشن لا ولكن فقط وضيفة الحفاز إنه يعني فقط بتسرع لي الوصول لحالة الاتزان إذن حتى برضو الكاتاليست يعني الكاتاليست إضافة الكاتاليست ما فيه لا هو فقط وضيفته إنه يسرع للتفاعل واضح لحد هون إذن كيف يسرع للتفاعل إنه كاتاليست لورز إذن هو بعمل اللي بعمل إنه بيقلل لضاقط التنشيط لتفاعل الأمامي وتفاعل العكسي وبالتالي بيخلي التفاعل يصير أسرع فيهن هون إكزامبل اللي هو إكزامبل 14-11 بيحكي لنا فيه إنه على حرارة 720 ديجري سيليسيوس بيكوليبريم كونسانت اللي هي الكاسي فور ذرياكشن هذا التفاعل هو الانتو ثلاثة إتشتوب دي يعطينا اثنين إن إتشتري معطينا قيمة الكاسي اللي هي 2.3 سبعة فعشرة قوة وسائل الثلاث إن أسرتين إكسبريمنت بيكوليبريم كونسانتراشنز معطينا اللي هي تركيز المواد عند الاتزان اللي هي عندنا هون الانتو في عندي هون الاتشتو في عندي هون الاتشتري بيحكينا سابوز سام ان اتشتري is added to the mixture so that its كونسانتراشن is increased to 3.65 مولر بالتالي إضافة ان اتشتري عطاني هذا التركيز السؤال يعني بدنا حسب مبدأ الاشتتلي بدنا نشوف لوين بدو يصير الشفت وبالتالي لو هون حكينا طبعا إحنا عنا هون الزيادة اللي صارت إنه زيادة التركيز الانتشتري بالتالي شو رأيكم حسب ما أخذنا قبل شوية الشفت لوين رحيكي لهم تفاعلات ولا لجهة النواتج يلا يا جماعة يلا يا مايا عن شمال عن ايوة إذن ممتاز إذن add in h3 وبالتالي رحيصير في عنا shift to left أوكي يعني عشان عشان تفاعل يقوم التغير اللي صار أوكي بدو صير يمشي من النواتج للمتفاعلات عشان يظل يحافظ يقوم التغير اللي صار ويحافظ على الاتزام طيب هلا هون فرع بي شو طالب مننا بحكيه لنا اللي هو confirm your prediction by calculating the reaction quotient اللي هي QC احنا شفنا قبل شوي QC طبعا معناها أو هي QC هي عبارة عن reaction quotient شفنا شو يعني QC هي تركيز المواد بس مش عند الاتزان and comparing its value with KC يعني بدنا هلا احنا شفنا التغير اللي صار ولكن بدنا هلا نعمل حسابات يعني بناء على العلاقة ما بين QC والKC إذا كانت QC أكبر من KC أو أقل أو تساوية ونحدد من خلالها لوين اتجاه الاتزان أو الشف للإكوليبري ما بدروها وبالتالي أنه حتى نحسبها بدنا نكون عارفين قيمة reaction quotient اللي هي QC هي هالKC معطية إذن تساوي هي عبارة عن تركيز النواتج اللي هي تربيع على تركيز في تركيز تكعب هلا هون بدنا أنتبه تركيز طبعا هاي معطينا احنا بدنا تغير اللي صار مش يعني هاي اللي هي يعني احنا بدنا نحسب بعد إضافة هذا التركيز بعد إضافة هذا التركيز اللي هو 3.65 تربيع هون الانتو طبعا هي عبارة عن بوينت 683 هاي ها الانتو بوينت 683 وعننا الاتش تو هي عبارة عن 8 بوينت 8 تكعب وتساوي هذا كلاته هو عبارة عن 2.86 ضرب 10 وسالة وسالة بإثنين إذن أوجدنا قيمة الكيو سي هلأ بدنا نقارنها مع الكيو سي وبالتالي لو قارننا بينهم رح يطلع عنها الكيو سي أكبر من الكيو سي معناها إنه إنه النت ريأكشن شفت شفت فرم لايت تو لفت طبعا أنتل كيو سي تصير تساوي الكي سي إذن بدو صير له في شفت فرم لايت أو فرم لايت وليفت السبب لأنه الكيو سي أكبر من الكي سي واضح الجميع إذن هنا عملنا بريديكشن حسب لشت اللي برينسبل وبعدها عن طريق الحساب وعلى حالتين طبعا أكيد يعني شفت اي واضح هلو هون كمان شغلة بس عشان نفرق بس هون بريم شغلة صغيرة بدي أنتبه إنه هون نحط أوكي الانيشيال هاي بإشارة لأنه إحنا بنحكي عن الكيو سي مش عن الكي سي أوكي فينه هون كمان إجزامبل اللي هو إجزامبل 14-12 بحكي لنا إجزامبل كونسدر دفولوينك كونسدر اللي هو طبعا أو إكوليبريام سيستمز عفوا معطينا سيستمز مختلفة من التفاعلات بحكينا واجينا هون على أول واحدة اللي هي فرع طبعا المطلوب إنه لما تزيد البرشهر أو تكل البرشهر هم زي بعض يعني زيادة البرشهر تأثيرها نفس تأثير نقصان الفوليوم إنه علاقة بينهم عكسيين وبالتالي لما إحنا أخذنا قبل شوي حكينا عن موضوع اللي هو البرشهر وموضوع اللي هو الفوليوم وشوف إنه زيادة البرشهر لما عندي هون البرشهر بتزيد بدو صير في عنا شيفت لالإكوليبريام شيفت ذا إكوليبريام هاي هيك إكوليبريام هي اختصار سنصبت الخط إذن زيادة البرشهر رح أصير في عنا هنا شيفت ذا إكوليبريام أوكي لوانا تروح تذا يعني تروح لجهة المؤلات الغازية الأقل وبالتالي لو هون إجينا نطلعنا على فرع أي منلاحظ إنه هنا في جهة المتفاعلات في عندي ثلاثة مول من وهون جهة النواتج في عندي اتنين مول أوكي من اللي هي الغازات إذن شو رح يقوم فرع زيادة البرشهر شو رح تعمل لوان رح تصير الشيفت يلا يا جماعة بدروح للشيفت لجهة المؤلات الأقل يعني لوين المؤلات الأقل آيوة وبالتالي بده يكون في عنا تو ذا روداكتس يعني نقدر نحكي إنه شيفت أو شيفت تو ذا رايت ممتاز طيب لو شفنا الثاني اللي هي فرع ب فرع ب برضو زيادة البرشهر شو رأيكم شو ممكن يعمل زيادة البرشهر في فرع ب هاي فرع ب هايها عندي أنا هنا في واحد مول من الغازات في اتنين مول يلا يا جماعة معي يلا وحروح للرياكتانتز ايه وامتاز وبالتالي أنه هون رحروح زيادة البرشهر للمورات الأقل عندي أنا هون في المتفاعلات واحد مول في النواة تجي اتنين مول إذن رحروح لجهات المتفاعلات تو ذا رياكتانتز إذن يعني بمعنى آخر شفت ولفت طيب نيجي على فرع سي فرع سي برضو زيادة البرشهر بدأ أشوف أنا عندي هون في المتفاعلات عندي أنا هون اتنين مول من الغازات وفي النواة برضو عندي اتنين مول من الغازات شو رأيكم نفس العدات على الجهتين شو رأيكم التغير اللي راح يصير احنا شوفنا التغير الشفت لجهة المورة الأقال أو المورة الأكتر طب لما يكونوا متساوية لأوان بدي روح الإيكوليبريام يلا يا تغريد يلا يا شاهد تايسير معنا مايا علي آه معك دكتورة يلا يا مايا بظل نحن يعني بظل أعطي أكوليبريام ممتاز إذن هون أنه في عندي عدد المولات في الحالة الغازية لرياكتانس تساوي عدد المولات في الحالة الغازية للي وبالتالي هون نستنتج أنه يعني ما في عندي تأثير على الاتزام ما رح يصير فيش لليسار ولا لليمين واضح لحد هون اوكي هون برضو هاي كل شي شرحناها وموضحه مكتوب في solution للإكزامبل إيش نشوف الإكزامبل اللي بعده الإكزامبل اللي بعده بحكي لنا consider the following equilibrium process between dinitrogen tetrafloride and nitrogen difluoride ومعطينا التفاعل بحكي لنا predict the changes في عندي positive تلتاتش مدام متفاعل ما صلى الحرارة يعني معناها الهيت رح تكون عندي هون موجودة في المتفاعلات وبالتالي اللي رح يصير إنه أول واحدة إذا رأيك يعني يعني بدها تزيد عنا هون فرع إنها الحرارة تزيد وبالتالي شو رأيكم زيادة الحرارة دواء ممكن تعمل الشافت لبعن التفاعل عنده طارد للحرارة يلا يا إيزان شو رأيك عفوا نتفاعل مصر عقلت أيوة وبالتالي بدو صرف عندي أنا هون شفت إذن هيتد آه أوكي اللي هي طبعا إذن بدو صرف له شفت طيب الثانية فرعبية بحكي إن هون يعني هون تركيز هقل شو رأيكم شو ممكن يصير دواء الشافت رح يصير يلا يا جماعة شمالكم للشمال الفرع ممتاز الفرع مرايت وليفت طيب التالتة فرع سي. فرع سي شو بده طالب البرشهر او بالتالي عنا هون البرشهر بالدوكل. طبعا هون اول ما اجب لي سيرة البرشهر او اجب لي سيرة الفوليوم عطول بده اشوف كم في عندي مولات في الحال الغازية في المتفاعلات والنماتج. هون في عندي واحد مول غز. وهون في عندي اتنين مول غز. وبالتالي عندي هون واحد مول اتنين مول اهلا لما يكل برشهر احنا منعرف انه بده روح للجهة اللي مولاتها اقل وبالتالي بده روح الرايت ازا انه هون في هاي الحالة افرم ليش بده روح طيب نيجي على الحالة الرابعة. الحالة الرابعة اضافة كتاليست. شو رأيكم? شو ممكن يعمل اضافة الحفاز? فقط بسرعة التفاعل. ايوة ممتاز. وبالتالي اضافة الحفاز هو فقط بعمل لي increase the rate of a reaction. وبالتالي will not affect the rate of a reaction. اللي هي ما بتأثر لها على تركيز. على تركيز ال او اللي هي ال او ال او او او. كونستانت. هون اختصار لكوليبريام. هون اختصار لكونستانت. كوليب بيام. كونستانت. واضح لحد. واضح للجميل. طبعا برضو هاي يكتوبين هون شرح اه الحل. طبعا هيك بنكون انهينا اه تشابتر اربعطاش. بصدر انه هون ملاحظات صغيرة. بحكيه انه هون انه التغير اللي بصير والشفت اللي ممكن اصير. في عنا هون التركيز. اللي ازا صرف عندي تغير في التركيز رح صرف عندي شفت في الاكوليبريام. ولكن تغير في الاكوليبريام كونستانت ما فيه تغير في الاكوليبريام كونستانت. طبعا والسبب لانه رح صرف عندي تغير في التركيز. ولكن لما احنا نحكي عن الاكوليبريام كونستانت احنا نحكي عن النسبة. وبالتالي النسبة بتظلها ثابتة. التانية اللي هي البرشار برضو البرشار بتعمل الشفت في الاكوليبريم طبعا حسب طبيعة عدد المولات في الحالة الغازية للرياكتانس والبرودكت كمان الشينج ما فيه تغير في الاكوليبريم والسبب طبعا زي ما حكينا لأن أنا بصرف عنده تغير فيه تراكيز المتفاعلات والنواتج ولكن النسبة بتظلها ثابتة عند نفس درجة الحرارة برضو الفوليوم نفس الاشي بصرف عنده شفت في الاكوليبريم ولكن ما بصرف عنده تغير في الاكوليبريم بصرف عنده شفت في الاكوليبريم وبدأ انتبه ان الاكوليبريم يعتمد على الحرارة وبالتالي اوكي وانا مهمة نكون عارفين انه بصير فيه عنده تغير فيه ثابت الاتزان حسب التغير في الحرارة طبعا هيا شفناها قبل شوية لما حكينا عن في اللي هي بتلاحظوا حكينا انه الكي اوكي بتقل او بتزيد حسب الحرارة اذا قلت او زادت حسب طبيعة التفاعل اذا اكسو ثيرميك او اندو ثيرميك وبالتالي عنده هو التمبرتشر اوكي بتغير الاكوليبريم طبعا الكيتاليست ما بأثر لي لا على الاكوليبريم ولا على يعني ما بصرف عنده شفت في الاكوليبريم وكمان ما بأثر لي على الاكوليبريم كونستان هو فقط وظيفته انه سرع للوصول لحالة الاتزان او سريع للتفاعل عن طريق انه بقال على المنطقة التنشيط في عنا هنا اكزامبل خارجي طبعا هو يعني فكرة بترشبهها بالاكزامبلز اللي مرت معنا طبعا هاد برضو معكم مواجب بتحلوه ان شاء الله اخر اشي لما نخلص بنرجع اذا في طالب عنده اي سؤال عليه في يعني حلو ما في اشي بحب اوضح له اياه اكيد بوضح له اياه طبعا هيك بنكون انهينا شابطة الاربعتاش بتمنى يكون واضح للجميع وان شاء الله المحاضرة الجاي نبدأ في شابطة الاربعتاش يعطيكم العافية